طيب احنا الجو حر وده غير بقى نفير طوبة فبتزود الحر فايزين يا رب حضرتك بقى ايه يعني اهم النقاط اللازم نركز عليها اول كده ما بنصحى الصبح لانه في ناس مثلا بتصحى الصبح تاخد تشرب حاجة سخنة وتنزل من غير ما تفتر ايه الفطر المفتر ايه الاكل المفتر ناكله بداية كده من ما بنبتدي يومنا طبعا هو في الفترة اللي فاتت طبعا يعني الجو شهد ارتفاع كبير في معدلات درجات الحرارة وده كان يعني انعكس بقى علينا في المستشفيات ان احنا بقنا نلاقي ناس جاية في حالة تشوك مشي في الشمس فترة طويلة وخد صدمة من الشمس وما عملش يعني مغطاش ان هو مشي فترة طويلة في الشمس وفقط كمية سوائل عالية عوض هذه السوائل او كان مثلا حاجة ابتدت ان هي مثلا ان هي تعوض له ترتب له اي حاجة ما فيش اي حاجة خالص من الحاجة دي عملها فبالتالي وصل في الاخر لمرحلة اللي تشوك اول حاجة مبدئيا مش شرط وجبة الفطار عشان في ناس فاكرة ان وجبة الفطار دي رقم واحد وان هي ما فيش لا غنى عنها الكلام ده كلام مش صحيح وكلام مش علمي انت هتاكل حضرتك لما تشعر بالجوع يعني شعرت بالجوع الساعة واحدة هتاكل الساعة واحدة لما تشعر بالجوع لما تشعر بالجوع شعرت بالجوع الساعة اتناشر هتاكل الساعة اتناشر لكن مش شرط ان انا اصحى الصبح فهبتدي ان انا هفطر انا كنت فاهمة كده والله انا بص حفر كلنا لا فطبعا لما تشعر بالجوع هتبدأ حضرتك تتناول الوجبات بقى اللي هي من المفترض ان هي تكون صغيرة وتكون خفيفة لو حضرتك مثلا في الشغل او كده عشان الدم كله مايروحش ليه برضو المعدة في ظل برضو درجات الحرارة العالية ده برضو بيأثر على التركيز هتلاقي فيه نسيان كتير هتلاقي فيه تشتت هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا انت فقطها مبدئيا لازم نحافظ على كمية الميا كمية الميا دي بقى اللي هي لا غنى عنها يعني هي دي الفطار وهي دي الغداء وهي دي كل حاجة ده رقم واحد رقم اتنين نحافظ على المشروبات اللي هي تمدنا بالطاقة ولكن ما يكونش برضو فيها سكريات عالية جدا يعني مثلا بنشوف الامة وهي مودية ابنها مثلا امتحان الصبح في ظل هذه درجات الحرارة تدي له عصائر مليانة كميات سكر عالية جدا فبالتالي هيرتفع الأنسولين اللي موجود في الجسم فبالتالي الأنسولين ده هيهبط كل السكر اللي موجود تاني والطفل هيشعر بالجوع أثناء الامتحان وهيشعر بعدم التشتت بقى والنسيان وكل حاجة وعدم التركيز كل الحاجات دي كلها هيشعر بها أثناء الامتحان فبالتالي احنا بنقولها كده كده فيه بجانب العصير يا دكتور فيه سندويتش الحلاوة وسندويتش الحلاوة برضو سندويتش الحلاوة حلوة وما فيش أي مشكلة ولكن أبا أكلمك على وجبة العصير اللي هي المعلب كميات سكر رهيبة فكميات سكر دي بتعمل يعني انسولين سبايك بتطلع الأنسولين طريقة عالية جدا بتعمل شوتينج لين هو يطلع بكميات كبيرة جدا لأنسولين هيبدأ يشيل كل السكريات الموجودة حتى في الأطفال الكلام ده في الأطفال حتى في الأطفال احنا بنشوف أطفال دلوقتي مريدة سكر كتير جدا فطبعا يعني بنشوفها فيه موضوع الأطفال والطلبة بتوع المدارس والناس ذي كلها فبالتالي بييجي فيه أثناء الامتحان يما بيفك التركيزه يما بيدوخ ويشيلوه يودوه للمستشفى يما بيقاعد عنده خمول نتيجة أنه هو مش خطأ من الأول فطبعا بننصح الأم أن هي وجبة خفيفة جدا وليكن زبادي جبنا قريش بيد ما الكلام ده دكتور برضو خلينا وقعين ما بيشي ححبوه الأطفال يعني كل الحاجات اللي بيحبقوا الأطفال لانشون مثلا جبنا رومي لحاجات كل الكلام ده مدر مهولان شون صعب ماش ممكن نقول جبنا رومي سندوتش لايت جبنا رومي ما فيش أي مشكلة اللي عيش يبقى عيش بلدي ما يبقاش عيش فينه حلاص عشان ما هيسبب انتفاخات شديدة جدا عند الطفل طبعا الطفل بيبقى متوتر ففيه أدرينالين فيه نور أدرينالين فيه كورتزول كل ده طالع في الجسم بتاعه فبالتالي هو في حالة يعني تأهب للامتحان فالهرمونات بتاعته كل لها متأهبة للامتحان مش متأهبة للوجبة اللي هو هاخدها دي فده برضو من الأخطاء اللي الأم بتعملها في صباح الامتحان